ايه رأيك في الموقف اللي حصل مع الثلاث لعبين يتم استبعادهم بعد المباراة جيبه؟ لا موقف قوي جدا قوي محترم يعني عجبك؟ اه طبعا ماينفعش يا كريم اقولك تعالى بعد الموضش عشان تشتغل وتقول لي لا ماينفعش اولا لو كان حاجة حصل غير كده صورة المدارة بزا تهزز ده بالفرق صحيح خلي بالك مش ايه حد يمسك منطخب مصر بس انا شغلته عارف اصعب حاجة انت تشتغل مع فرق كله نجوم اما هي في المية؟ عملها صعبة لكن ده منتخب عملها صعبة احنا كنا منتخب مصر ده نجوم مصر كلها بس لما كنت توصل انت كنت بتتعامل مع حسام حسن حسام حسن ده عايز مدرب لوحده او الله العظيم عايز مدرب اتنين بودجار اشتتأمل نفسك لا لا حسام حسن وابراهيم عايزين مدرب معهم مخصوص خلي بالك من قطيب خلق الله طبعا طبعا وبص حسام حسن ده اللي هو كابتن حسام حسن ده كان كابتن منتخب مصر كان يجيلي بعد التمرين او قبل ما اللي بتمرين نخرز او هتخلص بقى وتمشي اقول له لا بالرجلية دي والله العظيم كريم خمساشر كوروين وخمساشر كوروين اوه وأفرات عايز أفر مقرب عم بديهوله كده اقول له طب خد على صدرك وخد بالك وبعد التمين يخد هلعب باش جاي كابتن منتخب مصر عشان كده لعب لقال سن كبير اللي هو لسه الان على مكانه ايوا عشان كده هو عايز مدرب يحتضن العقلية وطفه وخد بالك وعنده حماس وفي لعيبة هوا عارف انو مش مكانه مش محفوظة عشان هو وحسام حسن ايوا وفي لعيبة يعني انت النهاردة انت اكبر لعبة سنن طب انت النهاردة بتعمل كده ليه يعني فيه ناس بيتقول لك ده هو عمله قصد عشان ميرحش وهم أفريقها بقى كده طب انت النهاردة بتعمل كده ليه أيهاد الانا بقول لك بالنسبة 98 في المية اخر حاجة اخر حاجة بالنسبة لك صح مش بس كده ده انت كنت لسه قريب كالوس كرويشكم باستبعدك تماما من حساباته. واخبارك فانت النهاردة بتعمل كده ليه. انا اللي قمت علي بصراحة جاد اكتر واحد بصراحة. وانا بقولك عشان يعني خلاص الامام وحزين الشاحات يعني انا واثق من ام في المية للنادي الاهلي مش هسيب الموضوع. يعني هي دي بقى المواقف اللي لما مدرب يقولك مش مدرب متغم مصر كمان اي مدرب تعال اشتغل اعمل واحد انت قد تقوله لا. اه. لا. انت بتعالي بقى. للمدربين الاخوية. فيه مدربين بيعد. عدل. عدل دوني. لكن بصراحة لا احترم القرار واعتقد القرار صائب بالنسبة لي انا.